موسيقى مشاهدنا الكرام وسعد تمسان وطابق توقاتكم مرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج عين على الجالية مشاهدنا داخل وطن وخارجه في هذا العدد سنصلط الضوء عن تحويلات الجالية الوطنية بالخارج الجاليات بصفة عامة والتحويلات لبلدانهم تحويلات مهمة يحولها المهاجرون عادة لأوطانهم هذه التحويلات هي شريان الحياة للبلدان النمية هذا وكشفت آخر التقارير أن التحويلات سجلت نمو قويا لهذا العام في معظم المناطق حيث ارتفع التدفقات بنسبة 21.6% في أمريكا الجنوبية و9.7% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب 8% في جنوب شرق أسيا و6.2% في إفريقيا وجنوب الصحراء أسئلة كثيرة في هذا العدد نطرحها على ضيوفنا داخل الأستوديو بحيث أسعد باستضافة كل من الأستاذ عبدالوهاب يعقوبي نائب بالبرلمان عن الجالية الوطنية شمال فرنسا باريس مرحبا الأستاذ عبدالوهاب مرحبا وسهلا أستاذ عبدالكريم شكرا جزيلا على الاستضافة الطيبة سعيد جدا بتواجدي في هذه القناة الناشئة نبارك لكم هذا المولود الجديد وكل التوفيق من الله عز وجل شكرا شكرا لأستاذ عبدالوهاب كما نسعد باستضافة الغناء على التعريف الأستاذ محمد بن خروف رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج الأستاذ بن خروف مرحبا شكرا لك على الاستضافة وكعدت أذن يشرفني أن أقتصم معكم هذه الحلقة والحصة لجاليتنا في هذه القناة المحترمة الناشئة وأنتمنى كل التوفيق لكم ولذه القناة المحترمة إن شاء الله شكرا أستاذ بن خروف كما سيكون معنا عبر خدمة سكايب من جنوب فرنسا بمرسيليا الدكتور عبدالقادر حدوش نائب برلماني سابق عن الجالية الدكتور حدوش مساء الخير وشكرا على قبول الدعوة وأن تكون معنا في هذه الحلقة شكرا لكم على الدعوة وتحياتي لك ولمشاهديك وليضيوفك الكرام شكرا إذن مشاهدينا الكرام قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفي دخل الأستوديو عبر خدمة سكايب الزميلة ناريمان حماني من قسم الأخبار أعدت لنا هذا التقرير نتابع ونبدأ النقاش شريان الحياة أو دولارات رعاية الفقراء تختلف المسميات وتتباين المصادر والوجهات إلا أن تحويلات المغتربين تشكل مصدرا حيويا للكثير من الدول والأسر بإعلان البنك العالمي تجاوز حجمها قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأول مرة على الإطلاق تحويلات أكثر من ربع مليار شخص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية تجاوز نصف تريليون دولار في 2019 قبل أن تتراجع برسم السنة الجارية إلى أقل من 470 مليار دولار بانخفاض لامس 14% بفعل تداعيات جائحة كورونا تدفقات نقضية ضخمة استحودت الهند لوحدها على أكثر من 83 مليار دولار متبوعة بالصين التي استفادت بنحو 60 مليار دولار من إرادات مواطنيها خارج حدودها عربياً تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر استفادة من تدفقات أموال المغتربين بـ 26 مليار دولار في حين لم تتعد حصة الجزائر منها مليار دولار السنة الماضية كما قلت تبلغ قيمة هذه التحويلات حالياً مستويات جد متدنية مقارنة بالدول التي لها جارية أقل بكثير من جاريتنا فضلاً عن ذلك فإن جاريتنا بالخارج تضم عدد متزيداً من الكفاءات والباحثين والأساتذة والخبراء رفيعية المستوى الذين أبدوا استعداداً لمساهمة في ضمان دورات تكوينية عالية المستوى في الجزائر ولذا يتعين العمل على استكمال مشروع البوابة الإلكترونية المخصصة للكفاءات الوطنية بالخارج قصد تسهيل مساهمتها في تطوير مختلف الميادين لاسيمة التقنية والتكنولوجيا والعلمية والتكنولوجيات الجديدة والإعلام والاتصال والذكاء الاصطناعي وغيرها من ميادين اقتصاد المعرفة ولكي تساهم جاريتنا بشكل طوعي ومنظم في مصاري التشييد وبناء الوطن فهي في حاجة إلى استرجاع الثقة وهنا أود التذكير بأن هذه المسألة تعتبر أولوية الأولويات وتتوقع مجموعة البنك العالمي أن يرتفع حجم تحويلات المغتربين في غضون العقد المقبل بالتزامن مع زيادة تعداد المهاجرين عبر العالم بفعل تفاقم الأزامات الإقليمية وتداعيات التغييرات المناخية والاحتباس الحرارية إذن مشاهدنا الكرام كما تابعنا وما جاء في التقرير أبدأ معك الأستاذ عبدالوهاب يعقوب ناء برلماني كما قلت عن الجالية شمال فرنسا وبالضبط باريس الأستاذ يعقوب يعني عنوان الحلقة اللي خصصناه هو فتح فروع للبنك الجزائري بالخارج أمال تقابلها وعود يعني هذا مطلب ملح كيف تقرأ أنت الآن ما جاء في كلمة الوزير الأول وزير المالية السيد بن عبد الرحمن شكرا لك أستاذ عبد الكريم في الحقيقة نحن نثمن كل اهتمام بالجالية الوطنية في الخارج ولعل هناك يعني بعض الإشارات المهمة حتى إذا كانت يعني تحتاج إلى تجسيد ميداني مثلا إضافة الجالية الوطنية بالخارج إلى تسمية وزارة الخارجية مثلا الاهتمام المتزيد لسيد رئيس الجمهورية بالجالية عبر يعني اللقاءات التي تمت وأظن هي الأولى من نوعها مع سفراء ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية وقنصلية الجزائرية نعم رؤساء المراكز يعني نلاحظ حقيقة هذا الاهتمام لكن هذا الاهتمام لا بد أن يتحول إلى قرارات ملموسة كما ذكرت أستاذ عبد الكريم لما نتطرق إلى موضوع الفروع للبنوك الجزائرية بالخارج هذا الجزائريين سواء في الداخل أو في الخارج سمعوه كم من مرة لكن يبقى ترسيد يعني غير متحقق نحن في زمن يعني تسارع تبادل معلومات العالم أصبح قرية صغيرة لكي تحول يعني مبلغ معين من أي مكان إلى أي مكان يعني ما تحتاج أصلا باش تتوجه إلى البنك عليك فقط باش تتلشارجيون أبليكاسيون مع شركات متنافسة مثلا نأخذ وسترن يونيون نأخذ غيان شركات متعددة وفي لحظات يمكنك أن تحول المبلغ الذي تريد من نقطة ألف إلى النقطة با في أي مكان في العالم هذا يعني يتطلب أنه تكون هناك يعني قفزة وثبة في الرقمنة على مستوى البنوك الجزائرية وسمحني يعني في هذه السانحة أن يعني أخبرك بأنه مؤخرا انتقلت من ولاية إلى ولاية فلم أستطيع أن أسحب يعني بالدينار ليس باليورو لم أستطيع أن أسحب ما عندي في الحساب لأنه يجب أن أذهب إلى الوكالة التي افتحت فيها الحساب فهذه المعاملات يعني صارت غير قابلة يعني غير قابلة أصلا يعني لا تتخيل يعني يجب تجديد النظام البنكي في الجزائر نعم إصلاح المنظومة البنكية والخروج من الطريقة يعني التسيير المركزي إلى اللامركزية الحقيقية ويكون عبر الرقمنة ما يكونش يعني كل واحد إلكترون لبغ في مكان يعني يكون تكون الرقمنة وتكون يعني التعامل عبر بوابات إلكترونية تسمح للمتعاملين والزبائن أنه يقوموا بالعملية تحمل كل سهولة يجب تسهيل يعني الفورماليتي هذا كوميرسيال وبانكير ما تتكلم عنه الآن الأستاذ عبداللهاب يعقبي يعني أستسمحك أن الجالية مغيبة في كل هذا دعني أرى هذا مع الأستاذ بن خروف لاحظوا أن آخر تقارير تخشف بأنه من مليار فاصل سبعة إلى أثنين مليار يمكن أن تكون تحويلات المغتربين إلى الوطن الأم برأيك هل هو كافي مقارنة بمجاة في التقرير مقارنة ببعض الجاليات حتى في دول الجوار شكرا لك سؤال مهم جدا إذا قبلت الأخ عبدالكريم قبل أن نجيب على السؤال وعمل فقط ما قاله الأخ عبدالوهاب الكل يدرك بأن الجالية قيمة مضافة وقيمة منتجة قيمة منتجة يعني بدون أن تبدل جهد لأن يتم تحويلات العملة الصعبة إلى الجزائر وهذا تاريخيا كان موجود نذكر أن الجالية هي اللي كانت مولت أو سهمت في تمويل الثورة التحريرية بدون أن يضغط عليها بل هي التي كانت بادرت إلى هذا الجالية كانت تبادر في كل مرة الجزائر تحتش إليها تبادر الجالية لأن تلبي هذا النداء وهذا الطلب لماذا؟ لأنها تحس بأن الوطن بحاجة إليها غير أنه أحسسنا أو فوجعنا بأن تهمش هذه الجالية بخيرها بعملتها بكفاءاتها بكل هذا لماذا؟ أعتقد أنه كانت هناك حملة ضد الجالية لأن هذه الجالية تخيف أعداء الجزائر تخيف أعداءها في الخارج وتخيف أعداءها في الداخل ولهذا الرقم الذي أشرتم إليه مليار وسبعمائة يقيم التحويلات أنا أقول لك هذا الرقم الذي يوجد حاليا عن طريق البنوك الأجنبية وهذا أقل ما يمكن تحويله عن طريق غير الرسمي يعني طريق رسمي لكنه غير رسمي بالنسبة للجزائر موازين صحة طبعا نعم أما هذه أنا أسميها الآن أكذوبة أكذوبة إنشاء بنك في الجزائر في الخارج هذا كنا ننادي إليه ونحلم به ونأمل أن نحققه لماذا؟ لأن هذا البنك لا يعود بالفائدة على الجالية فقط الجالية توضع فيها أموالها حتى الراتب الشهري لما أنت عندك الزوج ملايين فقط من العمال اللي وضعوا الراتب الشهري ينتحهم حتى ولو لم تكن هناك تحويلات هذا على مستوى فرنسا فقط هذا على مستوى فرنسا فقط هذا يكون له أثر إيجابي في العمل بهذه العملة صعبة من خلال مشاريع يعني من غير التحويلات إذا كان هذا السوش ملايين وفرت له من تحويلات الجزائر لمساهمة في شراء السكنات مثلا لمساهمة في إطلاق مشاريع تنموية للشباب وللأبناء الجالية الذين لهم الرعبة في إنشاء مشاريع هنا في الجزائر لما يوضع أمواله في بلد جزائري يحس بالأمن والأمان يحس بأنه يأتي الجزائر لا يحمل تحته لماذا نحمل تحتها نسب عالف أورو من غير من سنعود إلى نقطة مهمة الأستاذ بخروف سنعود إليها مع الأستاذ هذا ما كان أشار إليه الخبراء في فرنسا خاصة وأشار إليه مسؤول سياسي من اليمين المتطرق بأن حتى هذا المليار وسبعميات لو كان يوجد كيفاش يقطعها يقطعها نذهب إلى مرسيليا لنشرك معنا نائب عن الجالية نائب سابق عن الجالية بمرسيليا الدكتور عبد قادر حدوش عبد قادر سمعت دكتور مدخلة سيد نائب مع الأستاذ بانخروف برأيك ماذا يمكن لهذا البنك أن يقدم إلى الجالية وماذا تنتظر الجالية من إنشاء أو فتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج شكراً ولن حتى بشرنا في حملة رئاسية مسبقة في مرسيليا مانيش حاب نتحدثاً على اليمين الشعبوي ونذلوا حملها نعم فقط باش نعقب على اللي قاله سيد بن خروف وكل أرقام التي تعطيها هذه الجهات هي أرقام غير دقيقة وفيها كثير من التوظيف السياسوي الانتخابي ما يتعلق نرجع للموضوع هو فتح فروع بنكية في الخارج هذا مطلب قديم جديد ولكن اليوم بما أننا في عالم يعني 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 طرو موندياليزي طرو غلوباليزي وين الوقت عمل الوقت ما صبح يختصر يعني بشكل بشكل رهيب فتح بنوك ما يكفيش لأنه الأمر يتعلق برؤية شاملة فإذا أنت تفتح بنوك هنا يا بش لازم فيه إجراءات تحفيزية اللي تخلي الجزائريين الآن نسكونا باللزيكس باتريي الجريان يعني إيطاب ليونغوب ولا في جاخلا في العالم أنه يفتحوا يعني حسابات بنكية لما تكون هذا البنك موجود هو نعطيه مثل في فرنسا فقط إذا تشوف بين الثمانتاشا القنصلية والسفارة يعني الموظفين تحت المؤسسات وتع الخطوط الجوية وتع شركة النقل البحري هذا فقط يعني رأوا مبلغ يعني إداعات مهمة جدا فأنا أعتقد أن الأمر يتعلق كما قلت لك سابقا يتعلق أولا بالشجاعة في القرار السياسي ويتعلق فهو مسألة كذلك مسألة مشروع ورؤية وآليات وإجراءات عملية محسوسة ملموسة لتعطي الأمل وتعطي يعني الرغبة لأبناء وأبناء الجالية باش يهتموا بهكذا مواضيع فانتم الآن إذا ما رقمناش يعني المنظومة البنكية والمنظومات المالية سواء تعلقها بالبرين أو غيرها وما حتشناش ثورة في هذا المجال ورفعنا كل العرقير البيروقراطية لأنه الوزير الأول لما يتكلم كلام ففيه نوع من التناقض بين ما يقوله وبين يعني البوتانسيال اللي تمتلكه هذه الجالية يعني هذا لأنه الجهة الرسمية لم توفر الإطار الرسمي الذي يسمح يعني باسترجاع هكذا أموال وتوضيحها بطريقة يعني رسمية في البناء الاقتصادي الوطني فأنا قلت يعني خلق بنوك يعني في الخارج هذا أمر ضروري لابد منه ثم كذلك أنت تشوف اليوم من ألفين لليوم الجزائر يعني بنات حوالي وربما أكثر من 4 ملايين سكن ولكن الجزائري فقط لأنك تكون جزائري مقيم في الخارج ما كانش صيغة ما كانش آلية وأنا كنت قدمت أول اقتراحات في العهدة 2012-2017 ما كانش الآلية التي تسمح للجزائر المقيم بالخارج باش يعني يسفاد يعني من صيغة لثناس به وفق الدخل نتاعه ما كانش وبالتالي إذا ما كانش يعني إصلاح في العمق وإجراءات تحفيزية في هذا الشأن راح يعني نضيع الوقت وما نقدموش إضافة جديدة للمجموعة الوطنية الدكتور عدوش من مرسيليا أبقى معنا نقطة مهمة الأستاذ عبدالوهاب يقبي وأنت اليوم بالبرلمان ممثل للجالية كان تطرح هذا اللغط من قبل وهذا السؤال اللي ما كانش عنده إجابة المغترب أو أبناء الجالية في الخارج إذا كان رغبتهم يشريوا سكن في الجزائر كان عليهم أن يتوجهوا إلى القنصلية ويدفعون بالعملة الصعبة في حين المواطن دخل الوطن اللي يشري يشري بالعملة المحلية اللي هي الدينار كيف تم تجاوز هذا الأمر أم اليوم يجب أن تقدم هذه البنوك خدمات لهذا المخترب من بينها شراء مثلا سكنات أو قطعة أرض وما إلى ذلك من الخدمات التي تقدمها البنوك عالميا نعم في الحقيقة أستاذ عبدالكريم كما ذكر الأخ عبدالقادر من مرسيليا للأسف لن نسن قوانين نسنها طريقة فوقية بدل أن يكون هناك جلسات للنقاش مع المعنيين بالخصوص وتطرح القضية للتشاور والأخذ والرد كيف نسهل العملية كيف يكون تعامل في ملف حساس مثل ملف السكن لما نأخذ مثلا من ناحية السوسيولوجية واحد مغترب يعيش في عالم بين قوسين متحذر وما عندوش إشكال يعني اجتماعي يحتاج يعني أنه يمضي العطلة الصيفية تعه في الوطن الأم في ظروف جيدة يعني لا يمكن أنه نأخذ هذا المواطن ونرسله مثلا إلى يعني مدم ره مولود في الصحراء أنه يروح للصحراء وهو يقدر يشري يعني سكن على شواطئ إسبانيا أو يعني دول مغرب العربي أو في تركيا فيعني المفروض يكون القانون يعني يوافق يوافق الحاجة هذه النقطة الأولى بالنسبة للتحفيزات بداية يعني مجرد أنك تفرض على واحد جزائري يقيم في الخارج أنه يدفع يعني بالعملة الصعبة هنا تخليه حس بالإقصاء لأنه كان اختلاف المعاملة مع المواطنين تعالد داخل هو يحس بأنه مدى مره جزائري وعليش تفرض علينا هذه العقوبة يعني الغرامة الزائدة من حقه أنه يستفيد من أي سيغة مطروحة مثل ومثل المواطن الموجود داخل هو مواطن عنده جميع حقوق المواطنة فعنده حقبة يستفيد بنفس المساواة يعني على قدم المساواة مع المواطنين في الداخل لما نتكلم على يعني البنوك نرجعوا لها كذلك علش واحد لما يكون داخل نحدد له القيمة نتعى المبلغ اللي دخلوا ويعني دير التصريح به علما بأنه لما يكون خارج عنده حقبة يخرج 7500 يورو وانا تكون تقدمت بيعني مقترح تعديل في قانون المالية 2022 لأنه القانون يعني هو يعني لما يعرف القانونيين يعرفوا بالليلالواء c'est le bon sens ما لكان يعني لما يعني لما يعني لما يعني الجزائري لما يكون خارج عنده حق في يعني العملة عملة على أقصى حد يعني 100 يورو تخلاص له في المطار تع أول دولة يوصل لها لكن بالمقابل عنده حق به يروح يصرف سكوار 7500 يورو ويأخذها إلى البنك يدير لها عملية تبييذ وبعدين عنده حق باش يخرجها يعني بطريقة قانونية والأدها والأمر أنه لما يرجع إذا كان جاب هدايا لأولاده أكثر من 1500 يورو يتعرض للغارامة من عند الجمالك معناه من جهة تنقض كبير من جهة نحتاج العملة الصعبة ومن جهة أخرى ندفع بالمواطنين تعنا سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين أنهم يروحوا يعني يشجعوا الاستهلاك في الدول الخارجية ولما يرجع كذلك كانوا واب عن الجالية ناقشتوا هذا الأمر مع لجنة المالية أو سيد الوزير أو الوزير المالية نبهتوا لهذا النقاط لا ندرنا مقترح تعديل المقترح تعديل عرض على اللجنة لجنة المالية والميزانية ورفض للأسف رفض تم رفضه وبعدين في حالة الرفض يمر على التصويت في الجلسة العامة وأمام السيد الوزير الأول للأسف الأغلبية نحن في كتلة معارضة يعني الأغلبية نتعى الأحزاب رفضت هذا المقترح للأسف الشديد نعم الأستاذ بن خروف وأنت المقيم بفرنسا ولديك احتكاك مع الإطارات والكفاءات الجزائرية خاصة الجميع يحلم أنه يخدم وطنه في المكان الذي هو فيه موجود ويهمه أنه يكون الحبل السري للأسرة التي أبنأه ارتباط وثيق مع الوطن الأمم الآن أمام العرقين والمشاكل التي سمعتها من سيادة النائب ما هي قرأتك لهذا؟ قرأتي أحب دكريم كما قلت منذ قليل أن الجالية أصبحت تخيف الجالية أصبحت تخيف العدو الخارجي وأصبحت تخيف أيضا العدو الداخلي وهو الأخطر من الخارجي وبالتالي في الجالية مركز قوة ومركز يعني جلب ثروة للجزائر للجالية تستفاد منها الجالية ويستفاد منها الجزائر دون أي تعب أو أي شقاء حتى لا ندخل في نحن الآن نخلق مشاكل نخلق متاهات جديدة في هذا الملف ملف العملة الصعبة أو ملف تحويل العملة الصعبة للجالية نخلق متاهات والمشكلة بسيطة جدا يقول المثال ديركي مجارك ولا حول باب دارك ماذا فعل هذا الجهر؟ أنشأ بنكا بسيطا في فرنسا وتضاعف هذا البنك في كل مدن الفرنسية وأصبح همزة وصل ماذا؟ لأنه أعطى ثقة للمواطن الجزائري سواء كان في فرنسا أو في ألمانيا أو في بريطانيا أو في أمليكا وهذه النقطة نقطة الثقة همة جدا أشار إليها الوزير الأول في تدخله قال حتى نعيد الثقة للجالية إذا أعد الثقة للجالية يعني أصبح المواطن في أينما كان تصبح عنده ثقة أن يضع أمواله في البنك الجزائري ومن خلال البنك الجزائري يقوم بعملية بالهاتف تحويل هذه الأموال من بريطانيا أو فرنسا أو كندا إلى الجزائر لماذا؟ للخزينة العمومية ومن الخزينة العمومية هو يستفاد في بناء في مشاريع مشاريع بناء سكن أو قطعة حر حتى مشاريع حتى إدارة بإمكانها أن تراقب حركة رؤوس الأموال ولهذا فالجزائر عملية حسابية بسيطة كم يكلف سكن مثلا ثلث غرف أو أربعة غرف للجزائري المواطن في الخارج هو نفسه جزائري أيضا يكلفها نسبة من قيمة من الدينار لتأخذ هذا القيمة من البنك لتدفع ثمن لسكن هذا فبالتالي المواطن يستفاد الخزينة العمومية تستفاد والمؤسسات هنا تستفاد لماذا؟ لأن الجزائر بحاجة إلى تدريجيا إلى الانتقال الاقتصادي من اقتصاد المحروقات 97% إلى اقتصاد بديل وهذه الجاليات تقدر تعمل أول خطوة للاقتصاد البديل تعطيهم استصلاح أراضي مثلا في الواد أو في ورقلة أو ما إلى ذلك يجيك مستصلاح بالأموال لا يجيش الأموال لا يجيش الأموال اليوم ها هو اللي يحول الأموال كل شيء هكذا لما تكون ثقة تكون الميكانيزمات الشفافة وبالتالي الكل رابح في هذه العملية بهذه الكيفية لا الأستاذ بن خروق قمعنا الأستاذ حدوش من مرسيليا سؤالي لك هل يمكن للجالية أن تقدم فعلا امتيازات لأي فرع من فروع البنك الجزائري الخارجي في حال فتح هذه الفروع أسمع منك الإجابة ولكن بعد الفصل دكتور حدوش من مرسيليا مشاهدنا الكرام فاصل قصير ابقوا معنا مشاهدنا الكرام مرحبوا بكم في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة في برنامج عين على الجالية ولم التحق بنا الآن أستذيف داخل استوديو الأستاذ محمد بن خروف رئيس رابطة الخفاءات الجزائرية بالخارج كما يحضر معنا الأستاذ عبد الوهاب يعقوبي نائب برلماني نائب عن الجالية شمال فرنسا وعبر خدمة سكايب نستاذيف الدكتور عبد قادر حدوش من مرسيليا نائب برلماني سابق عن الجالية قبل الفصل الدكتور حدوش كنت راح تعليك السؤال ماذا يمكن أن تقدم الجالية في حال فتح فروع للبنك الجزائري الخارجي سواء بفرنسا أو بقية الدول أين تتوجد الجالية الجزائرية أنا قلت لك في البداية أن نفتح فروع بنكية إجراء مهم إجابي لكن لا يكفي لوحده لإحداث يعني لإنخراط الكل تاعمل المجموعة الوطنية في الخارج في مصار البناء والتحديث الوطنيين فأعتقد أن العمل الإصلاحي يجب أن يكون شاملا كاملا يجب أن تطهر المنظومات البنكية والبالية ثم أن ترفع كل هذه الحواجز البيروقراطية التي ما تخليش يعني رغم الارتباط هذا يعني القوي لأبناء الجالية مع بلدهم والأم ولكن بعض الإجراءات يعني على نفو الدوان على نفو الدبان على نفو يعني الاركايزم يعني أدمنستratif ما يخليش ما يشجعش ما يوش جو تحفيزي واللي شجع يعني أبناء الجالية باش يحطوا يعني مالهم ويستثمرو لابد من إجراءات أخرى أنه على البال كل يوم أنا لأخذ كل من قبل يعني إلى الإيconomي d'aujourd'hui كي إجراءات ويستثمرو يعني في عمي تجربة الهند يعني يستفادة إلى أصبحت الآن دولة ناشية دولة قوية ومن خلال الكفاءات الهندية الأمريكية يعني 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 قيمة إضافة إلى أمريكا وإلى الهند إلى البلد الأم ثم عندك مثال تركيا والجالية التركية في ألمانيا وفي أوربا على العموم عندك مثال تعل برتغال من حوالي 50% من حكين البرتغالية التي تعيش في كارج البرتغال عندك فرنسا الدكتور حدوش فقط أعطيك الأرقام على ذكر الهند والصين أعطيك آخر الأرقام وما ذكرته تقارير أن تحويلات المغتربين في الهند 83 مليار دولار سنويا نصين 59 مليار دولار المكسيك 42.9 مليار دولار مقارنة بالجالية الجزائرية التي لم تجد ربما الآليات أو الطرق لخلق هذه الفروع في الدول التي تتواجد فيها وربما أكبر نسبة موجودة في فرنسا فلهذا نركز على الخمسة مليون جزائري المقيمين في فرنسا هو ربما لما نأخذ مثال الهند ومثال الصين هي الصين هو دولة دائمة وقوة من ناحية عند إرث تاريخي وحضاري هي دولة كبيرة ومعناش ربما نفس الإمكانات وحتى بالنسبة للهند لكن فيه تجارب أخرى ويجب أنا أعتقد قولت الأمر يتعلق بمسألة تعقرار سياسي تعإرادة تعالية تعإجراءات تعتسهلات يعني عملية ميدانية نعم خلي يعني الجزائري هذا المقيم في الخارج لما يريد يعني يبني مسكن يختار المكان اللي حب ويحب يدير يعني مؤسسة يعني لازم ترفع كل العراقيل اللي من شأنها يعني تخلي أبناء الجالية يهتموا بعملية الاستثمار والعمل من أجل يعني أن يسفادوا ويفيدوا بلدهم الأم في يعني التحويل الاقتصادي وإحنا الآن نتكلم على سونا بل تخونزيشيون إينارجيتيك يعني هنا تحتاج كذلك تحتاج إلى مهارات تحتاج إلى قدرات تحتاج والجزائر يعني كدولة يعني قارة عندها الإمكانات عندها الإمكانات المادية وعندها الإمكانات البشرية داخل الوطن وخارج الوطن أعتقد أنه إذا ما توفر هذا المشروع المتكامل يعني المشروع الحضاري المشروع الوطني الذي تكون فيه يعني الإمكانية لكل أبناء الجزائر في الداخل وفي الخارج على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم أن يعني يسهموا كل على مستواه وكل على إمكانياته في هذا البناء الوطني الضخم خليك معنا دكتور حدوش خليك معنا لنتابع لنتابع تصريح السيد الوزير أو الوزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بخصوص فتح بنوك جزائرية في الخارج نتابع إن الحكومة عازمة على فتح مكاتب تمثيلية لبعض البنوك الجزائرية في إفريقيا في إطار تشجيع الصادرات خارج المحروقات وتعزيز المبادلات التجارية مع القارة الإفريقية كما ستباشر في القريب العاجل المفاوضات المتعلقة بدراسة إمكانية الانضمام إلى بنك التصدير والاستيراد الإفريقي أستاذ عبد الوهاب اسمعنا واش قال السيد الوزير أو الوزير المالية أيمن بن عبد الرحمن خاصة فتح بنوك في إفريقيا التي تسعيد بعض الدول الأوروبية يعني ربما عدم تواجدنا هناك أثر كثيرا الحقيقة نحن يعني في السنوات الأخيرة أهملنا تماما يعني الجانب الاستثمار في هذه القارة التي تعتبر يعني مخزن للدول المتقدمة وكي هناك يعني تسابق بين مختلف هذه الدول من أجل الاستثمار واستفادة منطاقات دونك القارة السمراء نعم والسوق الإفريقية لكن اسمح لي كذلك أن أعود إلى قضية الفتح البنوك في الخارج وفي فرنسا تحديدا كما ذكر الأخ عبد القادر أهم شيء هو التسهيلات يعني الإدارية ومحاربة يعني هذا الإرهاب الإداري الموجود وكذلك يعني الخروج من تضييقات على التعاملات المالية لما أي جزائري يعني يكون داخل قولوا بأنه عنده الحق باش يدخل أي مبلغ لكن شرطه يدعو في البنك ويدير التصريح لكن هذا الجزائري إذا كان مثلا ما قدرش يدير استثمار تاعه ما قدرش يشتري المسكن غير رأيه ليس له الحق باش يرجع المال تاعه إلى مكان آخر فقضية الثقة التي تكلم عليها أخي محمد قضية مهمة يجب أن نرسل رسائل تطمين واضحة إلى الجزائريين بأنه كما يستطيع أن يتصرف بكل حرية في ماله يعني في مختلف دول العالم من باب أولى أنه يتصرف به بسهولة في وطنه الأم يعني من غير المعقول أنه يتمتع بحرية تم الخارج ربما كانت هناك بعض التجارب سيئة إن صح التعبير خلفت هذا الشعور لدى لو تسمح لي أخي عبد الكريم يقال بالمثال يتضح المقل أنا يعني عشت حالة إنسانية يعني مزرية مع أحد الجزائريين المرضى يعني جمعوا له أهل الخير الجزائريين تعاونوا جمعوا له مبلغ يعني حوالي 25 ألف يورو جمعوه وأودعوه في البنك ولما أتينا له يعني لدوفي با هي يدفع هذاك الثمن لإنقاذ حياة يعني حاجة يعني إنسانية للأسف لقنا بأنه كان إشكال أنه ندفع هذاك المبلغ إلى المستشفى نتعلك خاملان بسطر باش يكون هناك عملية زرع الكبد وبالتعقيدات للأسف الشديد إضطر أنه يروح لدولة أخرى ويعني توفي فهذه حالات إنسانية المفروض يعني يكون فيها التسهيل التعقيدات الإدارية ما بالك بأنه واحد مثلا يحب يعني المال والمدخرات تعالي موجودة في فرنسا وفي بريطانيا وفي بلجيكا أو أي دولة متواجدة فيها الجالية الوطنية بالخارج لما بمجرد أنه يعني يتذكر بأنه إذا كان دخل المال تعالي الجزائر بعد لازم له إذن من البنك المركزي باش يخرجوا ونعرف جيدا بلي هذا الإذن من الإدارة يعني صعب المنال هنا يسمى أنفخان إذن نستخلص من كلامك الأستاذ عبدالوهاب وسؤالي إليك الأستاذ بنخروف أنه هناك تعقيدات إدارية يجب أن تزولاته ونتمشى ومتطلبات العصر نعم لهذا قلت منذ قليل قضية الثقة قضية جوهرية ومجهرية لأي عمل مدنقب سواء كان عمل إداري أو سياسي أو اقتصادي أو ما إلى ذلك هذا إذا توفرت الثقة تأتي خطوة أخرى وهي عن ما ننشأ بنك ماذا يحدث هذا البنك أن يكون هذا البنك في مستوى البنوك الأجنبية أن يكون في مستوى هذا شرط ضروري وأكيد أن يقدم خدلات ينتظرها الزبنة لا يمكن أن تحضر مثلا شهادة عالية إذا ليست لك المعادلة حتى يعني لكيبانوس حتى تحضر الشهادان إذا كان عندك بنك يحترم محترم بتم عن الكلمة يجب أن يطبق الشفافية وآليات التسيير الحديثة إذا كان عظم تنافسية إذا كان عظم يردنا سياسية مهم جدا موجودة وذلك حتى تضع الجزائري أينما كان في هذا السياق في طمأنينة وليس فقط الجزائري حتى يعني في جاليات أخرى المغاربية مثلا في تونس كم يحتاجون إلى هذا وبتالي فالانفتاح يكون انفتاح تدريجيا ليس فقط على إفريقيا إنما العالم كله الجزائر عندها علاقات وطيدة مع السين اليوم فيه جالية في الصين الجزائر عندها علاقات وطيدة مع المملكة المتحدة البريطانية فيه جالية كبيرة في المملكة المتحدة البريطانية في كندا في فرنسا أوروبا خاصة فرنسا هذه يجب استثمار فيها استثمار يعني جيد لماذا لأن هذا ليفتح لها الباب نعم عندما قال نفتح بنوك في إفريقيا نعم أفريقيا جديد جيد لماذا لأن الجزائر تتوجه اقتصاديا إلى إفريقيا هذه ضرورة لكن هذا لا يعني لا نخلطه بالبنوك التي نطلب بها في أوروبا وليس في إفريقيا البنك الإفريقي يتعامل تجاريا مع ما يصدر له من الجزائر وما يستورده لكن نحن ليس هذا الذي نتكلم عنه نحن نتكلم عن المورد الآخر الذي هو مصدر ثروة وقيمة مضافة لا يستهان بها وبالتالي فهذه الأموال الراكدة في البنوك دعني أقولها في البنوك الأجنبية الفرنسية خاصة الموجودة هنا في الجزائر التي لا تحترم شروط التي وضعت لأجلها وأنا مسؤول عن كلامي هذا لما توضع أموالك في بنك من البنوك هذه الأجنبية في الخارج وتأتي إلى هنا لأخذ هذا المال لا تستطيع أن تأخذه لا تستطيع لهذا نحن نثمن هذه الإجراءات العملية التي تنبتق من الإرادة السياسية لخطاب الرئيس عبد المجيد تبون نحن لا نشك في هذا لو قلها مرة يعني في الحملة انتخابية نقول هذا قلها في الحملة انتخابية حتى يربح الثقة وكذا لكن عاد إليها مرتين أو ثلاث مرات خاصة في الخطاب الأخير الذي أشر إليه الزميل منذ قليل الإرادة السياسية موجودة ماذا بعد الإرادة السياسية؟ بعدها قرارات سياسية يجب أن ننشئ بنك تجاري جزائري في الخارج هذا قرار لكن الأستاذ عبد الوهاب قال لك الآن بأنه في قانون 2020 المطلب أو اللي قاموا به نواب الجالية وجدوا أنفسهم أقلية وبالتالي تم رفض المقترح هذا قد أشرت إليه لو توفر عامل شفافية لا تتوفر مثل هذه السلوكات لماذا؟ لأنه قلت الثقة الشفافية ثم الاحترافية والمسؤولية لما عندك بانك لازم تكون محترك في مستوى البنوك العالمية لماذا؟ لأنك تقدم خدمات ومقابل هذا تستكبر في هذه الخدمات التي تقدمها ولهذا يعني الكفاءة الجزائرية لأنه اليوم ما شاء الله كفاءة عالية ومتطورة اليوم كان يعني بودي تكون عندنا كفاءة أعضاء في الرابطة انتعنا في مختصين في الميدان المالية يعني يعطيك صورة واضحة عن ما يضيعه من الجزائر سانويا نعم سانويا الجزائر كان ليكون معنا جزائري مدير بنك بفرس نعم في بنك فرنسي وهو يشرف يشرف على بعض المشاريع في الرابطة انتعنا مشاريع استثمار ومشاريع من خلال هذا يعني وبتالي فأقول للأسف الشديد الإرادة السياسية موجودة لكن هذه الإرادة السياسية يجب أن تحول إلى خطوات عملية جريئة على أرض الواقع وتكون هذه يعني ليس في غضون سنتين ولا سنوات رائعا جدا بل في نشرك معنا الدكتور حدوش من مارسيليا الدكتور حدوش الأستاذ بن خروف يقول أن الإرادة السياسية متوفرة يجب أن تكون متبوعة بقرارات ميدانية وإيجاد الآليات التي تساعد على فتح هذه البنوك وتسهيل حياة المغترب لأن الإشكال أول المطروح هو أن المغترب التحويل في البنك الرسمي أقل بكثير مع ما يسمى بالسوق الموازية مما يضطره إلى اللجوء إلى ما يعرف بالسوق الموازية وهنا طبعا ماذا ستستفيد خزينة الدولة نعم أنا كنت في البداية تكلمت عن قرار عن رؤية عن مشروع عن أليات وعن إجراءات يعني عملية محسوسة نعم خليني نعطيك مثلا الآن في الوقت اللي نتكلم معك في مرسيليا تروح يزيد فرلك للأيروبور الانترنسيونال هنا في مرسيليا تلقى الطائرات متوجهة كل بس كل أخ تكلم على إفريقيا كل الدول من طنبوكتو إلى نيويورك في حين في مرسيليا وين العدد الجالية الجزائرية والمجموعة الوطنية عدد مهم محتبر جدا في طائرة واحدة في الأسبوع للجالية كلها وحنا لدينا عامين في الكونفينمان هذا بش يعطيك يعني المزور ريال الخطاب جميل ولكن الإجراءات والأداء والمحسوس أجمل تكلمت منذ قليل سعبد الكريم على بعض النماذج أنا لا أعرف التجربة الهندية ولكن خليني نتكلم لك على التجربة الصينية على الأقل على موسى ومرسيليا وأنا معي شربة ما الإخوة يقدروا يأكدوا ما أقوله نعم تروح الآن المراكز التجارية الكبرى هنا في فرنسا نعم تقل ما تلقى يعني مواطنين صينيين يديروا يشريوا منه واللي عندهم الآن دي راستوران دي سنتر يعني تعتجار بكل أنواع تلقى يعني كل ما يبيعوه هو يعني من صرح صيني مئة بالمئة وتدخل للريستوران المأكلات يعني الصينية مئة بالمئة وجاية من الصين واليد العاملة الصينية وبتالي من الطبيعي أن تخلق هذه الجالية فرواء والعمل نفسه في المخابر العلمية على مستوى الجامعات هنا في مرسيليا فهو عمل يعني تقدر تقول يعني يعني من حيث النوع ومن حيث الكم الآن إحنا الجزائر ما يجب حاجة فقط إلى فتح فروع بونكية إنما هي بحاجة إلى أن تفتح يعني الفضاء تعالسياحة تعالاقتصاد تعالفلاحة تعالمدرسة تعالجامعة وتخلي كل يعني نقصهم من هذه المركزية كل إنسان عنده يعني أنكرينه وينحب هو يقدم فيه لالتكنيسيتي والالابور يعني يعني لصفوار تعالو بسك نتكلم على الإيكونامي الإيكونامي دي صفوار الإيكونامي دي صفوار لابد يعني لازم نفتح كل هذه المجالات نعم ونرفعه من كل العراقيل باش نسهل على العالم الجزائري الموقف الخارج على البنكي على صاحب المال على المواطن البسيط اللي حاب يشري يبني سكن ولا يدير استثمار يعني على مستوى القرية اللي يسكن فيها ولا فيه هذا يعني شيء مهم ومهم جدا خاصة أنو الآن نحن نتكلم على إفريقيا اللي هو الانجو نانسل موئي تيكوناميك يعني الرهان هو اقتصادي مالي ولكن الرهان يعني كذلك أمني وستراتيجي أمني وستراتيجي والالجيغي يتم بي يعني أفريكاني بغوكاسيون ونشي با داكور بك الكامرات التي تتلع كل جزائر كانت غيبة عن إفريقيا لا لم تكن الجزائر غيبة عن إفريقيا والجزائر الجزائر تعتبر من أهم الدول اللي كان عندها يعني العطاء في النظال الإفريقي وبالمناسبة تعطيني الفرصة أنه البارح سمعت أنه اللواء الجنرال الماجور رشيد العلالي ألياس العطفي دي سي دي الله يرحمه هذا واحد سكر من سقور المؤسسة الأمنية وكان عنده طور منذ سنوات في الموضوع المتعلق بالشأن الأمني والإستراتيجي وعليه رحمة الله وعليه أعطيني 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 لها أعطيني وعليه 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 أبقى معنا الدكتور حدوش من مرسيلية الأستاذ عبد الوهاب في الدقيقة الأخيرة من عمر هذه الحلقة ما هي الأليات التي يمكن أن تتوفر في القريب العاجل لفتح هذه الفروع تسمعنا مدخلة السيد الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمن كيف يوصي بهذا سبقته توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الآن أين المشكل هل هو مادي أم بشير في الحقيقة الانتقال من القرارات والإعلانات السياسية إلى التجسيد في الميدان يتطلب أن تكون هناك آليات تسمح للجزائر أن ترجع هذه الثقة المفقودة الثقة التي يبحث عنها الجزائريون لكي يمكنهم أن يذهبوا إلى هذه الفروع التي ستفتح حتى وإن كانت تنافسية تاحها في البداية تكون صعبة مقارنة بالمؤسسات البنكية الموجودة في الخارج لأن مثلا لما نأخذ أي يعني مقيم في الخارج كل البنوك تخطب الودتاعه حتى أن يعني يصبح البنك يعمل كل الوسائل لكي يحافظ عليهم وينتقلش إلى بنك آخر فإذا كان انتقلنا كما ذكر الأخ عبد القادر إلى الغرب بالعقلية هذه الممارسات القديمة وبالبيروقراطية وبالصعوبة وبنقص يعني الروح المهنية عند الذين سيعملون في هذه الفروع فرح يكون الفشل واضح فقط عفوا بالنسبة لما ذكرت عن إفريقيا في عجالة أنا تكلمت من معايشة ميدانية أنا عملت مع برنامج الأمم المتحدة في غينيا كوناكري ووجدت بأن المغرب يعني أخذ ساحة كبيرة لما تجد بأن الرحلات هو تكلم على الرحلات في مارسيليا يعني لقوب تنقلات من أوروبا ومن العالم يمر على دار البيضاء على مطار محمد الخامس نحن نود أن نصنع حالة تنافسية في النقل ونضمن نقل أولا لجاليتنا سهل لجاليتنا وبعدين ندخل في تنافس مع هذه الدول التي استفادت من الغياب التعناف الجانب الاقتصادي في إفريقيا شكرا لأستاذ عبدالوهب حتى لا نعود إلى مشكلة قضية غلاء التذكير لذلك لم أذكر المشكلة الأبدي المتعلقة بالجالية في الخارج في الثلاثين ثانية الأستاذ بوخروف الحديث معكم شيق للأسف انتهت وقت البرنامج تحتاج الملف هذا يحتاج ليس إلى حصة فقط بل إلى حصص لماذا؟ لأن حصة تشخص المرض حصة تشخص المرض حصة أيضا تبعث على طرق التي يجب أو الوسائل التي يجب لكن هناك أمل الأستاذ بوخروف فيه أمل لكن ما أقول أنا هوًن لأن stance أشهرًن أشهرًا لا يجب أي serving cyc أسهرًا لماذا قد؟ أشهرًا لأننا هذا منظف بل vorbere تع suspended مGold لماذا القد؟ أنما الاس northern enas والذهاب الذي يجب ورغب صلى الالغاني والله قد سؤ Paw therapists على الإتراني إن شاء الله. حسن المتابعة كما أشكر ضيفية داخل الاستوديو تقبلوا تحيات الفريق الذي رفقني في إعداد هذه الحلقة. أمسيتكم سعيدة ألقاكم بخير وإلى اللقاء.